موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى استعراض لبعض مختاراتنا من الصحف لهذا اليوم نبدأها من صحيفة The National التي نشرت مقالا لمايكل يونغ تحت عنوان هل ستستخدم روسيا سلطتها لفرض التغيير في سوريا؟ قالت فيه سوف يسافر بشار الأسد إلى سويسرا في يناير لإجراء محادثات في مونترو وجينيف حول سوريا معززا بالانقسامات العميقة داخل صفوف أعدائه ولكنه لا زال يشعر بالقلق من أنه سوف يدفع الثمن السياسي لأي حل مقترح حيث عاد هذا الأمر إلى الصدارة عندما أخبر ميخايل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي وكالة انترفاكس الروسية أن تصريحات الأسد حول إمكانية ترشحه للانتخابات العام القادم تجعل الجو مشحونا أكثر ولا تساعد في جعل الوضع أهدأ هذا الانتقاض الصريح هو الأول من نوعه الصادر من روسيا تجاه الرئيس السوري وقد أسفر عنه رد ساخن من قبل سوريا حيث قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد لوكالة فرانس بريس ليس لأحد الحق في التدخل والقول بأن السيد الأسد يجب أن يترشح أو لا تصريحات السيد بوغدانوف يمكن أن تقرأ بواحدة من الطريقتين باعتبارها عتابا لضمان أن لا أحد سوف يقوض المفاوضات في سويسرا قبل حتى أن تبدأ أو للإشارة لرئيس السوري أن روسيا يمكن أن تضع مصيره السياسي على الطاولة إذا دعت الحاجة لذلك للوصول إلى حل سياسي للصراع السوري الاحتمال الأخير يقلق الأسد لأنه يأتي في وقت حساس بالنسبة له الطريقة الوحيدة لإعاقة جهد دولي متضافر لإجباره على التنحي سوف يكون بالعودة إلى إيران ومع دخول الغرب وإيران في الحوار هناك حالة من عدم اليقين على هذه الجبهة أيضا الأسد يخشى أن يجد نفسه معزولا بحيث يصبح استبعاده هو حجر الزاوية للتسوية في سوريا ولكن في النهاية كان نظامه على الدوام أكثر أهمية من الرجل نفسه وهو ما تسعى لحمايته كما أن روسيا كانت تريد فرض قاعدة لا يمكن للغرب أن يتجاهلها بعد الإطاحة بمعمر القذافي في ليبيا فلاديمير بوتين حدد ما يريد وهو أن السياسة المفضلة لروسيا في سوريا تتمثل في الحفاظ على النظام وليس على الأسد وختم الكاتب إقناع الأسد إذا كان هذا هو الهدف الحقيقي فإنه لن يكون سهلا ولكن روسيا وإيران لديهم المصادر اللازمة لفرض التغيير إذا كان ذلك ضروريا ربما لا يحصل أي شيء للرئيس السوري ولكنه محق تماما في أن يشعر بحالة من التخلي عنه وبالانتقال إلى صحيفة القدس العربي حيث كتب صبح حديد مقالا تحت عنوان حوثي شبيح إلى الأبد قال فيه شريط الفيديو يظهر يمنيا من أتباع عبد الملك الحوثي جاء إلى سوريا مقاتلا يناصر نظام بشار الأسد أسوة بإخوته في السلاح والعقيدة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيا حزب الله اللبناني وغيرهم هؤلاء هم أطراف ما يسمى المنظومة الشيعية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري حتى انتصار الدم على السيف كما يهذون وحتى الرمق الأخير قبيل اندحار حليفهم كما تقول حكمة التاريخ وشريط الفيديو يظهر المقاتل الحوثي وهو يرفع بندقيته ويهتف بحياة أسد العروبة والمقاومة على نحو يتناغم كثيرا وعن سابق اقتباس واقتداء أغلب الظن مع ذلك الهتاف الأشهر لدى المنحبك جي أنصر نظام شبيح للأبد لعيونك يا أسد فإذا هضم المرء بوسر أو بعسر حكاية الهتاف للمقاومة بالنظر إلى ابتدال المفردة حتى صارت ذريعة لتبرير أحط سلوكيات محور الممانعة من قمع المعارضين في طهران إلى اغتيال الخصوم في بيروت وتجويع فلسطيني مخيم اليرموك في دمشق فإن مفردة العروبة هي التي تمتنع تماما على الهضم حوثي زيدي وعروبي قوفجي ثم أين ذهبت هتافات الصرخة الحوثية التأسيسية الشهيرة دون سواها الموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود والنصر للإسلام وهل انطوت إلى غير رجعة لعل هذا ما تشير إليه أجواء الصمت ثم الحيرة والبلبلة التي صارت تهيمن على أي سرادق عزاء تشهده منطقة صعد شمال اليمن تأبينا للحوثيين الذين يقتلون في سوريا دفاعا عن الأسد ليس غريبا إذن أن يتقاطر الحوثيون إلى سوريا للانخراط في صفوف مناصر الأسد وليس عجيبا أن تتبدل شعاراتهم وهتافاتهم فتنقلب رأسا على عقب أحيانا والمدهش الوحيد وهو مدعاة حزنا أيضا أن هذا التشبيح لصالح نظام استبداد وفساد وهمجية قسوى لا يفقد الحوثيين هوامش التعاطف الطبيعي مع مطالبهم الحقوقية والمعيشية أو حتى تلك العقائدية فحسب بل ينسف ما تبقى من حق في مفهوم المظلومية ذاته الآن وقد تشوه المظلوم فصار ظالما قاتلا ومرتزقا وشبيحا مشاهدنا الكرام كتبت ديانا مقلد مقالا في صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان حتى لا نواصل تجهيل الخبر السوري في 2014 قالت فيه في المقال الأخير لهذه السنة تغلبنا ربما الرغبة في مقاومة التواطئ مع العالم حيال ما يجري في سوريا هناك حاجة لجهد استثنائي وخلاق كان يستعيد الخبر السوري موقعه كخبر أول ويخرج من الدائرة المقفلة التي تطوقه فالوقائع السورية تخيف السوريين والمحيط والعالم وسط استمرار الفضائع وتبدل الأحوال على الأرض علينا كإعلام أن نتأمل وأن نقاوم استكانة السوريين القصرية لمسلمة أن موتهم ما عاد يثير الكثير من الجلبة لا صواريخ النظام ولا برامله المتفجرة ولا سلاحه الكيماوي ولا المجازر بالسلاح الأبيض ولا حتى الموت تحت التعذيب أو الفقدان القصري لا موت الأطفال جوعا أو بردا أو تآكل أجسادهم كل هذا لم يعد خبرا والصورة لا تصل سوى لمن يرغب بأن يثقل قلبه بمشاهدة اعتقدنا أنها انقرضت فيبحث عنها في فضاءات الإنترنت الرحبة أدرك السوريون حقيقة أن صورهم التي كانوا يلتقطونها في العامين الأول والثاني للثورة لم تعد تفعل في الرأي العام ما كانت تفعله قبلا فاليوم ثمت بلادة كونية متفشية حيال الموت السوري والبلادة هذه سياسة إعلامية وأخلاقية وكأن هناك قرارا عربيا وعالميا بأننا اكتفينا من الخبر السوري حتى ولو مات نصف الشعب السوري بل حتى لو دمر كله تحت الرمادي أو في العراء ألم تجهد صور ضحايا البراميل المتفجرة على حلب في الأسبوعين الماضيين لتجد مكانا لها في الإعلام وهي بالكاد وجدت نعم لقد جهد النظام لاختراع صورته للحدث السوري وفيديوهاته أو بالأحرى أكاذيبه المصورة وساهم في الترويج لداعش ومثيلاتها حتى ذوت صراخات السوريين وهم يقتلون تحت البراميل المتفجرة العلمانية هل هي الطبيعة البشرية التي تستكين لدى تعودها على شأن ما؟ حتى لو كان القتل في أبشع صوره أم هو عجز سياسي وإعلامي مشترك عن إبقاء قضية السوريين حية ويريد الهروب إلى الأمام وعدم رؤية النزف الحاصل على مدار الثانية وختمت الكاتبة ها نحن نستقبل عاما جديدا من الحدث السوري مصورا فهل سنواصل إشاحة بصرنا عنه؟ أما وكالة أنباء الأناضول فقد كتبت في مقال لها عن المعايير الأمريكية لإدراج جهة أجنبية ضمن لائحة الإرهاب جاء فيه إن الجهة المسؤولة عن وضع أو إزالة منظمة ما من لائحة المنظمات الإرهابية هي وزارة الخارجية الأمريكية وليس وزارة الدفاع لأن المعيار في هذا الصدد هو مصالح الولايات المتحدة في هذه الدول وبالتالي تتولى وزارة الخارجية هذا الأمر حرصا على قدر كاف من المرونة مثل استبعاد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من قائمة المنظمات الإرهابية أو إضافة تنظيم القاعدة لمسؤوليته عن تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي بكينيا ودار السلام في تنزانيا في عام 1998 وهناك ثلاث معايير يحددها القانون الأمريكي للمنظمة التي يضعها على لائحة المنظمات الإرهابية وهي أولا يجب أن تكون المنظمة أجنبية ثانيا يجب أن تكون المنظمة ضالعة في النشاط الإرهابي ثالثا يجب أن تشكل النشاطات المنظمة تهديدا لأمن مواطني لولايات المتحدة أو الأمن القومي بما فيه الدفاع القومي والعلاقات الخارجية والمصالح الاقتصادية ووضعت وزيرة الخارجية تصنيفاتها على أساس جهد شامل شاركت فيه عدة وكالات حكومية وتحتفظ بسجل إداري سري بكل توصية قدمت إليها من هذه الوكالات وتخضع عملية التصنيف للمراجعة القانونية والإلغاء من قبل الكونغرس كل عامين إلا إذا تم تجديده ويتيح القانون أيضا إضافة أي مجموعة أخرى في أي وقت بناء على قرر من وزير الخارجية وبالتشاور مع وزير العدل ووزير المالية كما يمكن إلغاء التصنيف إذا وجد وزير الخارجية أساسا لذلك وأبلغ الكونغرس به وتعرف المنظمة الإرهابية في القانون الأمريكي هي جماعة من فردين أو أكثر سواء اتخذوا أم لم يتخذوا شكلا تنظيميا ومرسوا أي من الأنشطة التي عدها القانون إرهابية ويحق لنا هنا أن نتسأل ألا ينطبق أي من هذه المعايير على النظام السوري يا ترى؟ مشاهدين الكرام صحيفة ياني شفق في خبر لها عن اغتيال شاب قضى في عملية اغتيال الوزير الشطح بعنوان لسنا أرقاما قالت فيه حطت حملة لسنا أرقاما والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي بعد إصابة الشاب محمد الشعار 16 عاما خلال تواجده عن طريق الصدفة في موقع التفجير الذي استهدف الوزير السابق محمد شطح في وسط بيروت ثم وفاته في اليوم التالي متأثرا بجراحه حطت هذه الحملة في جنازته يوم الأحد لرفض دفع الأبرياء فاتورة الخلافات السياسية الدموية حيث تم رفع لافتات في تشيعه كتب عليها علي صوتك ولسنا أرقاما لتأكيد على أن دماء الأبرياء الذين يسقطون خلال عمليات التفجير وخصوصا لاغتيالات التي تستهدف سياسيين ليست أرخص من دماء هؤلاء وكأنه لم يكن يكفي أهل الشعار فاجعتهم فإن الصلاة على روحه تأخرت بسبب إشكال على خلفية حضور مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني إلى المسجد للمشاركة بتشيعه ورفض عدد من الحاضرين وجوده مطالبين برحيله ما أثر جلبة في المكان ويطالب تيار المستقبل منذ فترة بعزل المفتي قباني متهما إياه بأخذ مواقف داعمة لحزب الله وبعد المطالبة المكررة بالهدوء والوعد بإخراج المفتي من المسجد أما عضو هيئة المسلمين الشيخ أحمد العمري الصلاة على جثمان الشعار وشن حملة على النظام السوري وحزب الله قائلا الطائفة السنية مستهدفة بقياداتها ورموزها وأمنيها من قبل النظام البعثي وحزب الله كما شدد العمري على أن الإرهابيين الحقيقيين هم من يقتلون أبناء سوريا ويقطعون رؤوس الأطفال من خلال البرامل المتفجرة وأضاف أيتها الطائفة الشيعية الكريمة عليكم أن تنتبهوا من حزب الشيطان بإشارة إلى حزب الله مشاهدين الكرام كتب محمد علاء الدين في صحيفة المسار الحر الأسبوعية مقالا بعنوان رسالة من تحت الأنقاض قال فيه أسبوعان من شهوة القتل الفتاكي والتدمير العشوائي لكل ما هو ليس تحت السيطرة استكملا لمسيرة أنذل شعار في الوجود الأسد أو نحرق البلد وقد وجد أصحابه الفرصة سانحة بعدما أنجز المهتمون بالكيموي مهمتهم المرحلية بتسلم بضاعة كانت منذ البدء أبرز غاياتهم فسحبوا خطهم الأحمر وربتوا على كتف القائد الحكيم ليكمل مهمة القتل اللئين فإن حاد عما لا يتمنون فالملف جاهز بصعود الجريمة من جرائم الحرب إلى الجرائم ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي الذي تتحرك تفعيلاته حين يرغبون لا تتعبوا ذهنكم في استنباط الأسباب والدوافع فهي ببساطة تكشف طراري ظاهر في الرمق الأخير لباطن ظل خبيئة قيته دهورا ولم يجد بدا ولا مردا من الجأر بالصراخ سافرا عن مكنونه بفتاوى آيات حقده العظمى وهو على شفير الهاوية ولا تتساءلوا عن ذلك الصمت الدولي فهو ببساطة أيضا عين الرضا ولب الإرادة ممن يجدون الضجيج والصمت كل في أوانه وبتمرس يدرجونه تحت مسميات الدبلوماسية والسياسية وإدارة المصالح الدولية ولا تشغل البال إطلاقا بعتاريسه سياسيين فأغلبهم عجز ومنتهزون ومتاجرون ومتربصون وغالبا ممن أسلموا القيادة لسواهم سواء لأشباه لهم من المقودين المفاخرين بكونهم وكلاء إقليميين أم لمن هم في اعتبارهم الحصيف كبار اللاعبين الدوليين وهم جالسون بانتظار فتاة موائد اللئام بدعوى أنهم كرام وأنهم واقعيون وحجتهم يافطة جاهزة مغبرة مكتوب عليها ليس بالإمكان أفضل مما كان لم يعد بعد كل ما جرى من جرائم بحق الشعب السوري من شيء يمكن المساومة عليه بالدعاء تخوف أو تحوط من قادم أخطر فليستمر السفاح المأفون بجرائمه فما خطها إلا الخط الأخير لعشواء لم تعد تجد مفرا وليصمت قادة العالم عما يريدون وليتكلموا وقت ما يشاءون وبما يشاءون وليخططوا ويمنهجوا ويمارسوا كل فنون سياساتهم وستراتيجياتهم فما عاد أحد منا غافلا عما يفعلون وليذهب حيث شاء ساسة يدعون أنهم منا وهم لا يمثلون إلا إعاقاتهم الفكرية العرجة وأوهامهم الجربة ليفعل كل ما يريد ولتحمل مسؤولية ما أراد فنحن موتى وأحياء الذين نتلقى برامل القتل منكم نحن جميعا نعرف أكثر ما نريد لكم إراداتكم بأطماعها ولنا إرادتنا بموت أو حياة كريمة وسيشهد التاريخ قريبا أي إرادة في النهاية تنتصر مشاهدين الكرام كتب حبيب عيسى مقالا في موقع كلنا شركة تحت عنوان قوميون عرب ضد الاستبداد قال فيه لعل من واجب الذين ما زالوا قابضين على مشروع النهوض القومي العربي بعد مرور أكثر من نصف قرن على انحساره من واجبهم أن يقدموا كشف حساب تفصيلي خاليا من التبرير وإلقاء المسؤولية على المؤامرة الإمبريالية والصهيونية وعناصر التخلف الداخلية من حق هذا الجيل العربي الرائع أن ينفض عن كاهله عباءة جيلنا التي دنسها الفساد والاستبداد والتبعية وأن يشق طريقه بأساليب وأدوات تلائم المبادئ والأهداف النبيلة التي يحلم بها وهذا يرتب على العربي القوميين الجدد ليس المراجعة وحسب وإنما التأسيس لنهجا جديد ينسجم مع تلك المبادئ التي تقوم على أولوية الإنسان والإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا كان حرا والحرية لا تتجزأ ولا تقبل القسمة وبالتالي على العربي القوميين الجدد إعلان البراءة من الطغاء ومن المتألهين ومن الذين يدعون أنهم ينفذون الإرادة الإلهية في الوقت ذاته من هذا المنطلق تتأتى بالنسبة لنا نحن القومين العرب التقدميون ضرورة البحث في المفاهيم المؤسسة للقومية العربية والاعتراف بالأخطاء والخطايا التي ارتكبها بعض المحسوبين عليها وأدت إلى تعثر مشروعها النهضوي وإلى ارتكاب الجرائم باسمها باختصار شديد لا بد من فتح صفحة بيضاء بين جميع الذين أفرزتهم تجربة الربيع العربي من جميع الاتجاهات الفكرية والأيديولوجيا أولئك الذين تفاعلوا مع نداء الحرية بصدق ومصداقية فلم يتاجروا ولم يتسلقوا لتشكيل حاضنة وطنية للشباب الرائعين الذين فتحوا ثغرة في جدار الطغيان والاستلاب والقهر والقمع لشق طريق إلى الربيع العربي من جديد فما زل الحلم مشرعا رغم كل ما جرى حتى الآن أما صحيفة العهد فقد نشرت مقالا لمحمد عبد الكريم النعيمي تحت عنوان التحذب في المنطق الأعوج قال فيه في هذه الأيام التي تشهد مخاضا صعبا تحياه الأمة الإسلامية تعود إلى حضيرة الاهتمام قضية التحذب والجدوى من الأحزاب السياسية في ظل فشل أو إفشال التجربة الحزبية التعددية في البلاد العربية ولسيما في دول الربيع العربي التي تتلقى بصورة لم تعد خافية على أحد لكمات متتابعة موجعة من القريب قبل البعيد لإفشال أي مشروع نهضوي فيها وإن تعجب فعجب لجهات وحكومات لا ترى بأسا في أن تتعامل مع أحزاب علمية ولا دينية بل وفاسدة في أغلب الأحيان وتدعم مشاريعها بكل ما أوتيت من مال ومكر فإذا تصدر حزب إسلامي واجهة المشهد السياسي في بلد ما وباختيار حر من مواطنيه كشرت تلك الجهات والحكومات عن أنياب الكيد والتآمر وتنازلت عن أجزاء من ثروات شعوبها بإفشال أي جهد إيجابي لتلك الأحزاب الإسلامية ولن ينقضي عجبك حين تعلم أن تلك الجهات والحكومات تتذرع لهذا التصرف بذريعة الدين وتستكتب علماءها المدجنين للطعن في الأحزاب الإسلامية بحجة تفريق المسلمين بالتحزب لتغضو الأحزاب العلمانية والتكتلات الفاسدة مشروعة بهذا المنطق الأعوج طالما أنها لم تتخذ من الإسلام وسلوكه وقيمه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المرجع الأصلة لمشارعها وذلك على الرغم من أن المنطق السليم يقول وكأي شيء في الدنيا إن هناك تحزبا مشروعا وآخر مذموما تماما مثل اختلاف المذاهب الفقهية فإذا رافق هذا التحزب تعصبا أو تفريقا للمسلمين أو محاولة احتكار للإسلام أو ادعاء تمثيله والنطق باسمه فهو محرم مذموم وإن كان تجميعا وتنظيما للجهود المبذولة من أجل فكرة ما لخير المسلمين والمواطنين جميعا وليس لمن ينتمي لهذا الحزب فحسب فهو مشروع مطلوم وعليه ينبغي أن تكون علاقة الأحزاب الإسلامية ببعضها بعضا علاقة تكامل وتناصح كل يخدم الإسلام من الزاوية التي يحسنها دون أن يطعن في منهج الآخر أو جهده ولكل مجتهد نصيب المهم أن يبقى هذا التنوع في إطار اختلاف التناصح والرحمة لا خلاف التنازع والفرقة وأن نحسن إدارة هذا الاختلاف بحيث تسير جهود الأطراف كلها في خطوط متوازية باتجاه الهدف المنشود لا خطوط عوجاء متضادة تعرقل المسير وتستنزف الجهود وتضيع الهدف وتطمع العدو بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم شكرا لحسن متابعتكم لنا لقاء متجدد غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة